هو الحقيقة مش بس كده يا سورة كمان يعني فيه مبدأ بيقول ان المسواف الظلم عادل هنعتبر نوع من انواع العدالة هو منطق وجيه لكن الحقيقة لما يكون الاهلي بس هو اللي بيتعرض للظلم ده وانه للأسف شديد ممكن التحكيم يكون بيصب في مصلحة فرق منافسة انا مش هقول عن عمد لكن الحقيقة الموضوع بالنسبة لنا بيبقى علامة استفهام كبيرة جدا وبنسبة الجماهير النادي الاهلي بيبقى علامة استفهام اكبر لما شوف انه الاخطاء بتبقى بس مع النادي الاهلي وانه مفيش حد بيعاني من اخطاء تانية فيه اخطاء تحكيمية يعني فيه على الاقل فيه الفرق اللي بتنفس النادي الاهلي ده بيبقى علامة استفهام ولما شوف انه الاخطاء بس بتبقى مع النادي الاهلي وفيه بعض الفرق المنافسة بتستفيد من اخطاء التحكيم يبقى برضو فيه علامة استفهام احنا بعد مطش دجلة هنا تحديدا بعد ضربة الجزاء بتاعة بيكها من اللي عرضناها لحضراتكم وقلنا أنها حتى ما كانتش محتاجة لتقنية الفار يعني أعتقد أنه اللعبة كانت واضحة بشكل كبير وكل استوديوهات التحليلية أجمعت أن اللعبة دي ضربت جزاء زاد من تأكدنا أنه لما اللعبة تعرضت أصبحت الصورة واضحة للجميع وما تحسبتش قلنا قد يكون وده وارد في عالم كرة القدم أنه حكم الساحة ما شافهاش طب حكم الساحة ما شافهاش وحكم الفار كمان ما شافهاش يعني دي مش علامة استفهام كبيرة جدا طب الفار موجود ليه والأهم من ده أنه قلنا أنه فيه أوقات كتيرة جدا نتعرض لها النادي الأهلي زي ما قلت قبل كده فيه أهدف صحيحة بنسبة 100% ما تحسبتش طب ما كانتش مؤثرة وده اللي خلى جمهور النادي الأهلي مايركز قوي ده اللي خلى جمهور النادي الأهلي زي ما بيقول كده بيعديها وما بيقفش على أنها أخطاء متعمدة على الرغم من أنه في سيناريوهات تانية كانت ممكن برضو تؤدي إلى فقدان نقاط لكن الحمد لله ده ما حصلش قلنا بعد مط شوية دجلة أنه لابد إحنا هنشوف وحنعتبر ده في إطار حسن النية وأنه أخطاء غير مباشرة وأخطاء غير مقصودة ولكن الحقيقة كل ما بيتكرر غلط يعني أحساس الجماهير أنه حالة تحفز أو حالة تربص بالنادي الأهلي بتزداد أكتر وأكتر وده اللي حقيقة ترجم بعد مباراة إمبارح مع البنك الأهلي بس يا أحمد يعني هو موضوع حسن النية ده فعلا كنا بنقعد نقوله لحد زي ما أنت بتقول كده كل ما الأخطاء بتتكرر وكل ما بنلاقي أن ده بينطبق بس على النادي الأهلي ولكن نفس الحالات دي بتبقى موجودة في مباراة تانية ومع لعبين تانيين ومش بيحصل ده يعني فيه سور أنا عايزة الإعداد برضو يعني دهالي نتكلم عليها فلما بنلاقي ده صورة زي دي مثلا يا أحمد طبعا ده مباراة زمالك والمؤولين لا حالة يعني التعدي على الحكم سواء باللفزة أو باليد شفناها كتير قوي التكار لكن ما شفناش عقوبة إيقاف أربع مباريات غير مع لدي الأهلي غير مع الشناوي دي مثلا إيه مثلا يا أحمد يعني لع الشاشة ده اعتراض لائق ده غير مع كابتن محمد الشناوي وده اللي أنا بقوله المسواف الظلم عادل يعني إذا كان محمد الشناوي تظلم في هذه العقوبة أنا أعتقد أنها عقوبة ظالمة جدا وخصوصا أنه معلوماتنا بتقول أنه لم يرد في تقرير حكم المباراة ما يدين كابتن محمد الشناوي ورغم كده اتخذ اتحاد الكرة ولجنة المسابقة قرار بإيقاف الشناوي أربع مباريات طبعا يعني يعني العقوبة إلى حد كبير جدا مش مفهومة أنك كانت توقف محمد الشناوي أربع مطشاط لأنه حجم التعدي أو التجاوز مش تسميه تعدي الحقيقة التجاوز من كابتن محمد الشناوي ما كانش يستدعي هذه العقوبة ولكن إذا كنت بترسي قاعدة فتأكد تماما جدا أننا هنكون مركزين فيما سبق زي ما بنعرض لحضراتكم كده مشاهد مماثلة أو مشاهد مشابهة للموقف الحصل المباراة ولم تتدخل لجنة المسابقات لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى بمجرد لفت نظر ولا هنتساهل أيضا في اللي جاي يعني أنت قرسيت قاعدة علينا أن نحن نشوفها بقى مستمرة طوال الموسم ويتجاوز في أي حد من المنظومة لابد أن يكون لي عقوبة مشددة زي ما انت خدت عقوبة مع كابتن محمد الشناوي نعم